اياك تكون بتستخدم الاي اي اي لحد النهاردة في مهمك اليومية ولسه مستخدمش ادام من الثلاثة دور معظم برامج الاي اي زي تشات جي بي تي و جيميناي وغيرها بتعتمد على انك تديها اوامر محددة وهي بتعمل الاوامر دي زي ما انت كاتبها بالزبط مبتقدرش تتصرف او تتعامل مع اي طلب مكرر زي اي شخص حقيقي لازم كل خطوة يخش تعملها بنفسك وإلا النتائجها تكون مش صحيحة لكن الشركات عرفت ان الاي اي لازم يتطور ويبقى مساعد ذاك ليك يقدر يفهمك ويرد عليك وينفز المهام المتكررة عنك بشكل مستقل ده عشان يوفر لك وقت طويل جدا بتكرار نفس الخطوات مرة ورد تانية وده هو مفهوم الوكلة الاثكياء او اي 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 جنت ده بقى مش شبت عادي لمساعد افتراضي بيفكر وياخد قرارات منطقية وينفز مهام معقدة ويقدم لك هلول متكاملة بكفاءة وبدون اي تدخل منك والثلاثة دول هم اهم اي 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 جنت لازم تكون عارفهم او يكونوا عندك اولا جين سبارك وده مساعد ذاكي بيساعدك في حل اي مشكلة تقنية او علمية خطوة بخطوة وبمجرد ما تسأله اي سؤال هيقدم لك اجابة متخصصة كأنك بتكلم خبير بشر بالزبط فسواء كنت مبرمج مهندس او حتى شخص مهتم بالتكنولوجيا فدي هتكون الاداة المسالية ليك ثانيا منوس اي اي وده مساعد ذاكي بيساعدك في البحث والتحليل وبيرد على العملاء وبيفرز الاف السيرة الذاتية في لحظات فلو انت من الناس اللي بيقوموا بمهمة وكرارة يومية ومحتاج مساعد ذاكي يكون مخصص لحتياجاتك انت فالاداة دي هتكون هي الاداة اللي انت محتاجها اصحيح نسيت اقولك فترة اللي جاي هنزل فيديوهات اكتر عن ادوات ومواقع بالاي اي اي مجانية تماما وطرق استخدامها فلو حابب توصلك التعديسات الجديدة اول باول اعمل فلو وخليك متابع الفيديوهات دي اول ما تنزل ثالثا فلو والاداة دي انا سبتها في الاخر لانها مميزة جدا وده لانها بتتفعل معاك صوتيا وكان بتدعم اللغة العربية تقدر تسأله اي سؤال وهيرود عليك بشكل فوري جيرت كمان انه يقدر يلخص لك اي فيديو على يوتيوب ويحول لك التلخيص ده لمايند ماب تقدر تفهمها وتستخدمها في اي بريزنتيشن هتعمله يعني كأنك معاك اليكسا او سيري لكن اسكب كتير ثلاث ادوات دول هيطوروا اداءك عشر اضعاف وعشان كده بقولك